استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بمكتب سموه بالحرس الملكي فريق عمل تجديد الآليات العسكرية المكون من كبار الضباط وضباط صف وأفراد من وحدة الصيانة الفنية التابعة لقوة دفاع البحرين وفي بداية اللقاء رحب سموه بجميع أعضاء الفريق وأشاد بجهودهم الكبيرة لإعادة تجديد الآليات العسكرية القديمة وإعادة تنظيمها على الشكل الذي يحفظ الفترة التاريخية التي شهدت انضمامها ومشاركتها كآليات عسكرية مستخدمة في العمليات التي نفذتها وحدات قوة دفاع البحرين لا سيما في عمليات الواجب متمن ينسموه في الوقت ذاته للفريق التوفيق والنجاح في أداء واجبهم على أكمل وجه بما يخدم تحقيق التطور والتقدم على المستوى العسكري البحريني